هارث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ على تفقد مقر عقادي قمة المناخ كاب 27 وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وأكد مدبولي ضرورة بدل المزيد من الجهود لجعل قاعة المؤتمرات نموذجا حقيقيا وواقعيا يجسد الصورة التاريخية عن مصر وحضارتها فعيا للخروج بهذا الحدث العالمي الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم طليق باسم مصر وبالتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية